كارها كنت أم محبا يجب الاعتراف إن المدرب عماد محمد نجح في مهمته مع منتخب الشباب وما يثبت ذلك أرقامه التي لا تقبل الشك بدءا من غرب آسيا التي أحرزنا لقبها مرورا بالحصول على وصافة آسيا ومن ثم التأهل لمونديال الأرجنتين ولا نغالي إذا قلنا إن الهجمة التي تعرض لها عماد وفريقها قبل النهائيات كادت أن تقسم ظهرها شكوك وارتياب ورجم بالغيب وإزاء ذلك كلها أظهر لنا العمدة مجموعة من الخامات والمواهب توزعت ما بين الوطن والأولمبي جيل بأعمار حقيقية ووجوه صادقة لم تمسها مكينات الحلاق ولم ترهبها كاونترات سلطات المطارات قبل ذلك لم تنتهي الهجمة على هذا المنتخب وكمية الطرح السلبي وصلت إلى التجريح الشخصي والتنكيل ولأتها من ذلك إن عماد محمد ونقولها بفم مليان صار مادة دسمة للبعض والأمور وصلت إلى حد لا يطاق فالواضح إن رأس المدرب هو المطلوب لغايات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء زد على ذلك إن هذا الجيل يمكن له أن يكون النواة الحقيقية للكرة العراقية وبنظرة سريعة ستجد إن علي جاسم ويوسف الأمين وحسين حسان وآدم طالب وكاظم رعاد ورومان وعلي صادق وحيدر عبد الكريم هم من سيرفعون راية الوطن مستقبلان وإن جودتهم ستتحدث عنهم بلا شك